يعاب على البرلمان عدم تشريعه أي قانون منذ بدء دورته الرابعة غير مشروع الموازن الذي عدته الحكومة ليكتفي النواب برفع اليد لتمريره ليس هذا وحسب فمشروعات القوانين التي يقرأها المجلس حاليا هي الأخرى ليست من إعداده وإنما صدرتها الدورة الثالثة التي سبقت القوانين التي تم قراءتها قراءة أولى التي وصلت إلى البرلمان من الجهات التنفيذية ربما من الدورة السابقة قرأت قراءة أولى كثير من القوانين قرأت قراءة أولى لذلك نلاحظ هذا التأخر والخلل الموجود في العمل تتفق جميع الأوساط القريبة من البرلمان على عوامل عدة أثرت بوضوح على فعالية المجلس في أداء مهامه التشريعية أولها الخلاف السياسي القائم بشأن تشكيل الحكومة إضافة للكوارث الطبيعية التي عصفت بالبلاد في الفترة الماضية وأخيرا كافتيريا البرلمان ندخل إلى قبة مجلس النواب عندما يتم عدل النواب الموجودين ويكمل النصاب وبعدين يخرجون خارج الجلسة ويجلسون في الكافتيريا وهذه حالة جديدة بالظاهرة الجديدة العام الأول من عمر البرلمان يكاد ينتهي وأمام النواب الذين يحضر منه الثلاثين تشريعات عدة منها ما أثارت جدلا كقانون جرائم المعلوماتية وقانون الجنسية ومنها ما حظيت بتأييد واسع كقانوني الضمان الصحي والخدمة المدنية الاتحادي ترجمة نانسي قنقر